أنا بأيد الأخ مشهور حديثة برأيه وأضيف أن بعض الفلسطينيين يدعون أنهم هم الذين قاموا بالمعركة وأيضا جهاز إعلامي الضخم بالأردن يقول أنه هو الوحيد الذي قاتل في المعركة أما الحقيقة وبشهادة من اشتركوا فيها وإلي شخصيا فهي الحقيقة التالية الإسرائيليون أرادوا زي ما اتفضلت أن يقضوا على البؤرة الأساسية للمقاومة الفلسطينية في الكرامة وتسربت معلومات ومنها بعض المعلومات من الجيش الأردني أن الإسرائيليين سيقوموا بهجوم واسعة وتشاورت القيادة فقررت أن لا انسحاب من الكرامة وعلينا بالتصدي وعندما بدأ الهجوم تصدى الفدائيون بالأحزم الناسفة وبالأسلحة المتوفرة لديهم وأوقعوا خسار لكن قوة الإسرائيليين في ذلك الوقت كانت ممكن أن تتغلب على الفدائيين وتقضي عليهم لو لا تدخل الجيش الأردني في معركة مساندة قوية بالمدفعية والدبابات مما أوقع بالإسرائيليين خسائر على الأرض كبيرة جدا